ورجعنا لحضراتكم مرة تانية والخبر الجاي معنا بيقول أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح كميات من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار تنفسية في ظل زيادة الطلب على السلع بجميع المنافذ في المحافظات هيكون معنا التفاصيل أكتر عبر الهاتف دكتور محمد الإرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم أهلا بحضرتك هي الوزارة طرحت كميات كبيرة من السلع الغذائية في مختلف محافظات الجمهورية عايزين نعرف من حضرتك أهمية خطة الوزارة الجاية لمواجهة ارتفاع الأسعار وأهم السلع اللي تم طرحها يعني الأول سمحي لأشكر حضرتك طبعا وأشكر القناة وطبعا أبراك عرفقة إيه في جهود بتبذل لتوفير وتحقيق مزيد من الأمن الغذائي المواطن المصري وبالتالي بأصباح عندنا في إتاحة وفي مشروعات عملاقة نفس إذنها وفي عندنا إتاحة للمواد الغذائية المختلفة داخل الدولة المصرية بضي يحدث بعض رفتاعات بعضها مضرر بعضها غير مضرر نتيجة الأزمات الدولية اللي بنشوفها واللي أثرت على كل دول العالم ولكن الدولة المصرية حريصة أيضا على توفير احتياجات المواطنين بأسعار من الأزمة من هنا بيجي دور مجموعة المنافذ وأماكن البيع اللي بتخصصها الدولة المصرية سواء منافذ بزارة الزراع أو مختلف المنافذ التابعة للدولة المصرية عشانكم فيه باب بديل أمام الواطن المصري يشتري منه احتياجاته بأسعار مناسبة وبجودة عالية وبالتالي يبقى فيه إحكام للسيطرة على أي اكتفعات جد مبرارة للأسعار وعلى جانب الآخر يكون فيه رقابة مستمرة من خلال الجهات المعنية من الدولة على الأسواق الموجودة وبالتالي نقدر من إحنا نقدم السلع والمنتجات والخدمات الرئيسية اللي احتاج المواطن المصر بأسعار مهارة هي التخفضات في حدود 30% فاندمسا؟ احنا في الوزارة عندنا خلال المناسبة التي تبع علينا احنا عندنا أكتر من 243 منفذ و30 منفذ متنقل بنقدم أسعار بتقلنا عن سعر السوق حوالي من 20% ل30% تصل في بعض المنتجات يعني 30% والأهم من دهان احنا دايما بنكون حرصين على إتاحة كم كبير من المنتجات علشان يكون فيه الهدف من دهان احنا نحكم في القضاء والسيطرة على الأسواق بل يكون فيه المنفذ بديل أمام المواطن المصر وبالتالي يبقى فيه فرصة من نوعية احتياجاته وأسعار المنسبة وبالتالي أي واحد يفكر أنه يغني سعر يكون فيه المنفذ بديل موجودة من المواطن فالتالي يكون خلص جدا أنه يرفع أي جهر يغزر مبرارة أو يستغل الأزامات الموجودة عالميا من خلال هذه المنفذ يبقى فيه المنفذ بديل أمام المصر يا دكتور بنرحب بحضرتك مرة تانية سواح الخير سواح الخير يا أحمد أهلا بحضرتك يعني عايزين بقى نطمن السادة المشاهدين ونعرفهم هل تم توفير منتجات اللي حضرتك ذكرتها اللحوم والدواجن والأسماك في كل منافذ الوزارة ولا في منافذ محددة وهل المنافذ دي ثبتة ولا في منها كمان متحرك يعني هو طبعا كل المنافذ اللي موجودة دهما الـ 43 منفذ سابق والـ 30 منفذ مترقل المنتقلين على المستوى جمهورية نحن بدخلين كبيرة من مختلف سلحة الغزائية والمحصية اللي محتاجة كل بيت مصر سواء البقليات الحوم الدواجن بدل مائدة كل هذه السلح متاحة ومتوفرة في منافذ الوزارة وهذه المنافذ احنا بنقدمها ونحطها تحت إيد وتصرف أجهزة الحكم المحلي وبالتالي يقدر نحطها في الأماكن اللي يتمثل احتياج أكبر وبنحاول أن نحن دايما نضخ كميات مستمرة من السلح الأساسية والسلح المطلوبة والعلاقات الكبيرة من حيث يكون دايما في وفرة متاحة أمام الموطن المصري يكون دايما في استقرار واتزان في أسعار السوق لها دي السلح بخصوص المنافذ يا فاندم هي في خطة الوزارة أن هي تزود عدد المنافذ تقريبا لتلتميت منفذ صحيح فوه احنا بالشعل عملنا زيادات قصية المدفذ احنا كنا اجمال المنافذ اللي كانت في الوزارة في الاتنوع سعيد منفذ ده العام الماضي تقريبا احنا دلاته من كانت ٢٣٣ منفذ يعني كاربا تعالصنا المنافذ بيرين كمان في مجموعة المنافذ اللي تنقلة زى برضه فده بيقول ويؤكد ان احنا حرشين على التوسع في المنافذ المقدمة فمش بس منافذ وزارة الزراعة بالمناسبة كل منافذ الدولة المصرية منافذ أمع المنافذ وطنية منافذ وزارة الكامورين كمعات الاستعلاكية منافذ كامعيتي كل هذه المنافذ متاحة ومتوفرة وبعدات كبيرة جدا بحيث نحاول ننشر هذه المنافذة وكل مهودة عشان نضمن دلمواطن دليل مناسب يساعده ان هو يلادي لو حد بخطر يرفع عليه أسعار يلادي المكان الآخر فيه جودة عالية وفرة في المنافذ وبالتالي منع أي استخدال قد اتعرض له المعاكمة المصرية طب هل يا دكتور يعني بيبقى فيه دايما رقابة دائمة على أسعار المنافذ ولا ممكن الأسعار تتغير مع الوقت لأنه محتاجين نطمن السادة المشاهدين لأنه في ظل الظروف اللي موجودة دلوقتي هم بيتنشعوا على أي أسعار قليلة موجودة في السوق لا ولو بنتكلم على المنافذ طبعا احنا حرفين دايما يكون فيه وفرة في المنافذ ويكون فيه وفرة في المنتجات يكون دايما فيه اتزام في الأسعار يحاول نحن من يكونش فيه رفع في الأسعار قدر المستطاع علي وعملية سلبية وعالية التوفير للمنتجات يكون دايما عليها إجراءات وعندنا مرقبة ومكادعة مستمرة علشان نرقب السعر وكمان مرقبة علشان نرقب الجودة فكل الأمر اللي احنا حارسين عليهم جدا وكمان بنحاول ان احنا ننسق مع مختلف أجهزة الدولة علشان نقوم بعملية القطعة الأسوأ نفسها فالدولة كمان لا يقررت رئيس مجلس الوزراء تحديد الأسعار والوضع تسير أو أسعار على كل منتج بيتم بيعه علشان يكون فيه رقابة بتوم بيها وفيه أجازة من الدولة بتوم بعملية الرقابة على الأسعار على المنافذ أو على أماكن البيع الخاصة دايما فيه أولوية من الدولة المصرية أن يكون فيه طرح للمنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصرية كمان يا فندم المنافذ بتكون موجودة في الأماكن الأكثر زحياما يعني والمناطق الشعبية فده علشان خدمة المواطنين أكتر يعني تفضلك قد يكلمنا حضرتك عن وجود الأماكن أو اختيار الأماكن اللي بتكون فيها المنافذ يعني هو زي ما حضرتك قلت نحاول نروح دايما للمناطق الأكثر أستحاما نحاول نروح دايما للمناطق اللي ما بتحصلش على خدمات مماثلة علشان نوفر لها هذه الخدمة بحيث يكون فيه انتشارية لهذه المنافذ لخدمة المواطن المصري والتحتياجات المواطن المصري أينما كان وعلشان كده احنا بنحط هذه المناسب تحت في الصرف جسد الحكم المحلي وهنلاقي كمان ان احنا بيتم التنسيق مع مختلف منافذ الدولة اللي احنا ذكرناهم يعني بحيث يكون دايما فيه وفرة وفيه انتشار وما يكونش فيه تكدس للمنافذ في المكان واحد لما يكون دايما فيه تبصية لخدمة كل المواطنين وهنلاقي منافذ زورة الزراع الحياة بغطي كل أنحاء الجمهورية وهنلاقي دايما فيه تنوع في المنتجات الموجودة فيها وهنلاقي دايما فيه تواجد في الأماكن الأكثر احتياجا لهذه المنافذ وده بالتنسيق مع السيدة المحافظين والسيدة السيدة السكرسير العموم وأجهزة الحكم المحلي بالمختلف دراقتها دكتور محمد الإرش معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة كنت معانا على هاتف فندم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك